وانا عايز اقول الامن المصري الغبي هي رسالة واحدة عايز اقولها لكم يعني انت لما تبعد تمسك اهالي الناس انت متخيل انه الناس دي على اتصال بأهاليها يعني وزي بعض خالص يعني محدش في الدنيا انتو اغبية الرسول عليه الصلاة والسلام اسرته كان فيها ناس ما تؤمنش بيه اصلا خالص مالهمش علاقة بيه وبيكفروه او يعني بيتهموا بالسحر فمش بتدعي اسرة الشخص تكون على وفاق معاه خا نهائي نهائي انا بقولك عن تجربة نهائي ربما بيشوفوه مجنون كل واحد حرف نفسه فما فيش علاقة ما بين علاء وحمزة مع حفظ الالقاب يعني ولا بين ده وده انت بتخيل انك انت لما هتمسك حد التاني هينخي ويجي يسلملك نفسه ده كلام اوانت كلام حسن الامام القديم خلاص القصة خلصت انت بتضيع وقتك وبتزايد في السجون واحد وبتلبس نفسك يعني جرائم جديدة وسفلات جديدة محدش يرجع إلا إذا شقرب بنا ده موضوع تاني مش مش شراخ انتك انت إلا إذا شقرب بنا حدش بيرجع خالص محد ده اللي عندك عايزين يطلعوا ده أنا أبصملك بالعشرة إن اللي جوه عندك لو تفلات لهم بس لو تفتح الباب فاكر لما كنا بنروح الحصة الرابعة في المدرسة كانت العيل بتبقى على بعضها قدام الباب نفسك قصة لو تفتح باب لمصر كده اللي عندك عايز يطفش منك ومن خلقتك ومن سجاح مراتك ما هو انت مسيلمك كذاب ومسيلمك جوه السجاح والاتنين ادعوا النبوة فانت وانتصار الناس عايزة استملكوا البلد والله أغنية مش فقرة وأقسملك بالله أغنية وأسماء محترمة الناس كفرانة منك فبطلوا الشغل بقى الوسخ